التوقيع على القرار المشترك بتحديد اختصاصات الهيئة المشتركة للمجلس العدل للسلطة القضائية ووزارة العدل يأتي ليساهم في ترصيخ الممارسة الديمقراطية ويقوي التنسيق في مجال الإدارة القضائية هذا الاجتماع التنسيق واجتماع هذه الهيئة لتدبير التعاون وتدبير مجالات التفاعل المشترك خلال هذه المرحلة الجديدة بما يخدم أولا استقلالية السلطة القضائية والتي نحن جميعا معبؤون لدعمها إنشاء الهيئة المشتركة يراد منه بلورة مفهوم جديد ومشترك للإدارة القضائية نؤسس لحدثين تاريخهم هذه السنة سنة تأسيس السلطة القضائية سنة تنصيب سيد وكيل العام رئيس النيابة العامة وقت في الحال هذه السنة كان لابد من استكمال الخطوة التالية ويأة التأسيس لهذه الهيئة المشتركة ما بين وزارة العدل والسلطة القضائية تجسيدا لمبدأ دستوري تابت وهو أن هناك فصل ما بين السلطة وهناك توازن وتعاون ما بين السلطة أكيد أن الإدارة القضائية والعدالة تتطلب مجهودات الجميع تتطلب عمل الجميع وبالتالي كان لابد بنص قانوني أن تحدث هذه الهيئة المشتركة خاصة في مجال الإدارة القضائية وبما لا يمس استقلال السلطة القضائية المرحلة الحالية تقتضي الإنكباب الجد على دراسة والتفكير في حلول ومقاربات واقعية من أجل بناء السلطة القضائية وتوفير الإمكانات الضرورية لتؤدي رسالتها وأدوارها المنوطة بها